للحديث حول هذا الموضوع سهايب جابر الصحفي في شبكة فراستوس من شمال سوريا على الحدود مع تركيا أهلا بك سهايب هذه المحنة المتجددة في كل فصل هذا الفصل الشتاء كيف تبدو هذه المحنة كيف يتبدأ وكيف تتبدأ مأساوية مشهدها أبدأت أن أحييكم أساد المشاهدين اسمح لي أن أتحدث ليس فقط عن تجاهل الدولي إنما أيضا في الداخل كي نكون موضوعيين فصائل المعارضة الموجودة في المنطقة هذه الفصائل قادتها يملكون ملايين الدولارات في أرصدتهم بمشاريع وغيرها وواحد منهم فقط باستطاعته أن يبني مدن سكنية مجهزة لاستقبال هؤلاء النازحين هذا إذا لم يرد فتح الجبهات باتجاه نظام الأسد هذا ليس ما أقوله أنا ولكن هذا لسان حال معظم النازحين الموجودين الآن هم يحملون هؤلاء المسؤولية كما يحملون بالدرجة الأولى المسؤولية للنظام الأسد ماذا عن النظام العربي؟ الموقف السعودي اليوم في مجلس الأمن كان واضحا في الحديث عن محنة السوريين واللاجئين ودع العالم لعدم تصديق النظام هذا صحيح؟ في الوقت نفسه هناك مؤشرات أن دول عربية تسعى للتطبيع مع النظام بشار الأسد وهذا حدث كما حدث مع الإمارات مع البحرين مع نظام السوداني قبل الإطاحة به عمر البشير وحدث أيضا مع دول أخرى ومع الأسف هذه تصرفات مخزية حقيقة لكن ما يفعلها هؤلاء القادة على المستوى الوطن العربي لا يعبر عن وجهة نظر الشعوب الداعمة لثورة الشعب السوري والمتضامنة أيضا بالنتيجة مع الواقع الإنساني ما يشهده السوريون من حالة نزوح مستمر اليوم نتحدث عن ملايين السوريين الذين هجروا بفعل هذه العمليات العسكرية ضد مناطقهم السكنية وفق إحصائية أخيرة أصدرها فريق مناسق والاستجابة في الشمال السوري بلغت أعداد النازحين السوريين حتى الأثناء نحو مليونين ومائة ألف نازح حاليا بحسب آخر إحصائية من أصل أكثر من أربعة ملايين سوري يسكنون في مناطق شمال السوري وأيضا يبلغ عدد سكان مقيمين في هذه المنطقة مليونين وثلاثة وأربعين ألف وثمانمائة وتسعة وستين نازح يعيشون ضمن ألف ومائتين وثلاثة وتسعين مخيم في هذه المناطق بينها مائتين واثنين وثمانين مخيم عشوائي أقيمت ليست بوفق المعايير المطلوبة لإقامة هذه المخيمات ولا تحصل أيضا على أي دعم إنساني في هذه المناطق وأكثر من سبعين بالمئة من هؤلاء المهجرين الذين يقطنون المخيمات لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم التي هجروا منها بفعل استهداف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وروسيا التي أيضا تمارس وسائل التعديب وإعدامات بحق من بقي في هذه المناطق علاوة على من يرغب بالانضمام لهم في هذه المناطق أيضا تجنده وتزوج به في المعارك في جمهات القتال إذن كيف يستطيع هؤلاء التحمل هذه الظروف القاسية في البرد والوحل والسيول حقيقة كارثة إنسانية الكثير من المعاناة في هذه المناطق لا تصفها كلمات حقيقة ظهرت مقاطع فيديو جميعنا رأيناها أستاذ جمال لأطفال متواجدين في هذه المنطقة يحاربون هذا الواقع في مخيمات النزوح ويحاولون أن يضفوا بعض الأمل في هذه المنطقة لكن المأساة أكبر من ذلك المأساة حقيقية تجاهلها المجتمع الدولي لا بل ووقف ضدها أيضا في القرار الأخير الذي قضى بإدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق من سلال غذائية ومعونات في هذه المنطقة وقوبل بفيتو روسي صيني في الثاني عشر من يونيو تموز الماضي بشكل يحارب كل القيم الإنسانية حقيقة وأيضا هناك مأساة كبيرة لهؤلاء النازحين على مستوى فصل الشتاء اليوم نشهد أكثر الفترات التي تنخفض فيها درجات الحرارة في هذه المخيمات وبتالي كارثة إنسانية حقيقية شكرا جزيلا لك سهيب جابر الناشط الحقوقي السوري